كابتن طارق لفتوح بيلعب بأدو رد بات عايز يضغط ويخطف الكرة هو بيعد يمس حواليه في وراه ما بيلايش حد حواليه فبيرجع بياخد خطوتيله وراه فتوح 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 لعب كواليتي عالي مختلف طبعا فتوح يلعب فوقتر بالمكان بس يما جا لعبه في المكان ده ممكن ألعبه آخر ربع ساعة آخر عشية ما عنديش حد كده إنما نبدأ به ولعبه هو الستة ما ينفعش حتى يعني حتى بتلعب قدامه مين بتلعب قدامه مضايب بتلعب قدامه زيزو فأنت معلش أنا ما احترام هو برضو من وجهة نظري من وجهة نظري يعني إن ما ينفعش هاجي يبدأ بحسام عب مجيد وسكر اتنين مجهدين وجايين من البطولة وي 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 عايز تعمل كده أنا ما عنديش مشكلة كابتن يعني التشكيل أنا من يومين اتسألت على التشكيل قلت لو النادي الزمالك عايز يعمل مباراة كويسة ويبقى فيه ندي مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا التشكيل كلتالي أول حاجة أنا هلعب حسام عب مجيد وهلعب صبحي جول وهلعب بس هلعب محمد أفغاني هو اللي في الدائرة مش المسلوسي هلعب المسلوسي ناحية اليمين تالت عشان ده مكانه بس هلعب سيد نمار ناحية اليمين قدام وهلعب فتوح ناحية الشمال يومي أنا استفدت من الاتنين دول مع النادي الأهلي نادي كبير إنهم بيعرفوا يدفعوا ويهجموا واتنين صغرين في السن واتنين طوالتي عالي وعندهم صرع عشان معلول وهاني كمان وحط الاتنين الديفندرين زيزو وأشرف رؤة واحد بيعمل تمانية بيزيد من العمك عشان دي هتقابل النادي الأهلي مشكلة ونص الملعب مش موجود وأشرف رؤة موجود وقدامهم اتنين ما ضايقه شكبالة عشان شكبالة ما ينفعش يلعب في مساحات كبيرة ما ينفعش 4-3-3 لعب شكبالة يروح ويدافع مع العالم لأ شكبالة من جوة مع يبقى رايب مجون وهو هو النضاي والجزيري دوما أنت عندك انتشار مين اللي هيبين نص ملعب الزمالك الزمالك دلوقتي بيلعب باربعة في نص الملعب بيلعب بزيزو وبيلعب بشكبالة وبيلعب بمين بنضاي وبيلعب بأشرف رؤة طب النادي اللي عنده ثلاثة فأنت عندك واحد زياد فأنت خدت الاستحواز أنا ده أنا قلت التشكيل ده من يومين وقلت طريقة اللعبة دي الأنسب لكواليتي نادي الزمالك دلوقتي لأن أي طريقة لعبة غير اللي بيلعب بيها 3-4-2-1 الزمالك يتغلب من أي حد من أي حد من أي حد